موضوع عبوتك اللي حصل خير موضوع يمكن انتشار بشكل كبير اسمع كاملك مشاريع اشوف انا عبوتك لاني احب فشهادتي في مجروحي تعبعت الحملة العامية وعطوا الموضوع اكبر من حجمه والرجل ما وجه مساس مباشر ولا وجه كلام لشخص بعينه كنت اتكلم في موضوع عام بس ما قال البعض لا قال للاحظ يقول على جملته اللي في بداية الموضوع قال على سبيل الافتراض فانت اليوم كل ما قاله على سبيل الافتراض فانا اليوم ممكن اخوي حسين قانوني واخبر مني ولكن انا شوف انه هو عفوي يعني بعد بالحاجة يعني معروف عنه عبدالله شوف من اطيب الاشخاص ويعني قلب ابيض والسان فالت وكل اياه بالعيد ولكن انا بوجه رسالة لبعض الناس اللي مهمتهم تصيد اي تصيد ايك فلان يبين شهر يبين تكسب على ظهر عبوتك ولا على ظهر ما قال شيء وبعدين خلينا نكون واقعيين زبدة الكلام اللي قاله او مختصر الكلام اللي قاله ان لا يوجد امرأة ما تعاملت مع رجل سواء في جامعة في مدرسة في عمل في محل في شارك ما كان المقصد بالتعامل العادي ما يسير تشوف بالنواية شتري تشيس خبز من كاشير شوف اللي بيفسر نظيف ما هو كان الفكرة جديد الموضوع اللي بيفسر الموضوع بحسن نية وبنظافة بيفسرها بنظافة اللي بياخذها بطريقة حسب ما الناس قاعد تحاول تفسرها والحملة هم يمكن بشاري الناس تحسسوا على فهمهم للقضية الناس يعني انا واصل لمرحلة اكتبانه في تويتر لا لسقاط القروض يرد علي لا لقسي اللمان شا ارد علي هذا بالله شا اتعامل ويا شا اقول له هذا بالله شكرا للمشاهدة